موسيقى قبل ما نوضح بعض الأمور عن شخصية المسيح إذا ممكن بس تعطينا الخلفية في موضوع الثالوث لأنه موضوع يعتبر يعني أنا باقتبس أقوال الناس أنه غامض يعتبر إشكال لكن تتكلمت عنه كبالعكس يعني الإنسان لما بيغوص في الأعماق بيبتدي يشوف الدرر والجمال في هذا الموضوع إزاي نفهم موضوع الثالوث بفكر بسيط نصيحتي للمشاهدين عصابك هدي عصابك ما حد تجابرك يعني تفهم كل الفلسفة تبع الثالوث وهيك وقف شوية ويفكر بطريقة مختلفة طريقة جديدة مختلفة وأنا باقترح أولا زي ما حكينا في الحلقة السابقة كلمة الثالوث مش موجودة في الكتاب المقدس مع أن التعليم موجود العقيدة موجودة بس الكلمة مش موجودة ففي ممكن طرق أخرى نحكي عن الله حكينا بعض الأمثلة من هالمرة الماضية لكن ابدا حيث كان التلاميذ تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح لأن ليش نبدأ هناك لأن هؤلاء اليهود عندهم إيمان جازم في وحدانية طالعا شو اللي بدي يغير ناس زي هيك شو اللي بدي يغيرهم مفهوم مفهوم يتغير عن الله كسالوه شو اللي بدي يغيرهم إلى درجة السجود أيوة إلى درجة السجود هذه هون النقطة الآن حكينا كمان مبارح إنه إذا ما أخذناش طريق التلاميذ الطريق الآخر اللي حكينا عنه قبل شوية الوحدانية المطلقة إله لا يعرف إله ممكن توصفه صفاته غامضة ما تسأل كل ما خاطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك كلام من هذا النوع لكن هنا عنا شيء آخر عنا إله بخلفية العهد القديم يعني عنا وحي العهد القديم قبل العهد الجديد والتلاميذ اللي هم يهود عارفين صفات الله عندك إله يعلن عن نفسه يقول اعرفوني اتأكدوا من صفاتي أنا صفاتي حقيقية بتتأكد منها بتترنم الهوب بس ما كانوا عارفين كيف الآن ظهر المسيح هذا السر اللي حكيت عنه السر هلأ الجمال بيبدأ ورحلة الاكتشاف تبدأ هون هلأ شو اللي صار شافوا المسيح بعجائبه بيدخل على الغرفة في مرضى بكلمة منه بروح المرض في ميت بكلمة منه بوقف في عاصفة بكلمة منه بيهدي العاصفة يتكلم بسلطان يغفر الخطايا شافوا وحدته والأخرى وعن بيستغرب حصل ايه كيف بيصير هذا فعم بيحاولوا يفهموا مين هالشخصية هالي اوكي بعدين قمة المعجزات لما شافوا قاصد يروح للصليب قاصد عنده هدف نحكي عن هذا بعدين قاصد من محبته للإنسان راح ومات اختبر الموت توجهه إلى أورشلم يعني راح مخصوصا راح مخصوصا لأجل سرور موضوع أمامه نعم ومات هلما نحكي عن موت المسيح بعدين وشو معناه بس المهم قام لان لما شافوا المسيح قام دعوا اليهود ما قدروا غير يشجدوا ما قدرواش ما فيش مجال يعني ما فيش إلا هنا طبيعة غير عادية كان يأمنوا بالقيامة على اساس القيامة الكبرى جاء بآخر الدنيا القيامة الأخيرة لكل البشر بس مش قيامة في منتصف التاريخ حيث إنسان يقوم لا يعود يموت مرة أخرى معناته في شي مختلف عن هالشخصية سجدوا الله الآن بذكر الكتاب المقدس صدقه لاحظ صدق الوحي بذكر لكن بعض هم مساجدين لكن بعضهم شكوا شكوا شو اللي عم بسير هون لازم نفهم قضية الشك هاي لأنه شو اللي عم بسير هون اللحظ بنفس الوقت اللي نساجدين إله عم بيشكوا معناته هذا الشك ليس شك بمن هو يسوع ليس شك بهوية يسوع معجزة هالشخصية الشك نابع مني أنا أنا شو دوري الآن أمام هالشخصية هاي هل أنا مستعد يعني بمعنى الشك هذا ليس لقلة الأدلة بألوهيته إنما لكثرة الأدلة نعم لما ما عنديش مجال آخر غير أسجد إله ما عندي خيار آخر ما هتصار عندي مشكلة هون كيف بدأت عامل مع شخصية يعني بمعنى تاني كلمة شك هون تشير إلى التقلقل التذبذب الشخصية عدم المعرفة عدم الوضوح أعمل إيه شو بدي أعمل فعشان هيك كانوا شخص شفو مات على الصليب وحاليا حي أمامهم فطبعا بس ما تراجعوا عن إيمانه من هو تقولوا ماشيين لأدامه هذي بداية الرحلة الاكتشاف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر